لتوفير بيئة تعليمية آمنة صحية خالية من مخاطر نقل العدوى ولضمان سلامة الأطفال وكافة الكوادر التعليمية والإدارية توقفت الحملات الميدانية المتنقلة للتطعيم عند بحطة دور الحضانات لتطعيم قرابة 2700 شخص كمرحلة أولى عدد مسجلين في هذه الحملة 100 حضانة تقريبا من أصل 544 حضانة عدد جيد كمرحلة أولى تطعيم 20% في 1 يونيو هو فترة بداية دخول موسم الصيف خصصنا هاليوم لتطعيم جميع منتسبي حضانات في الكويت بالتعاون مع وزارة الشؤون واتحاد الحضانات إن شاء الله اليوم في الفترة الصباحية والمسائية سوف يتم تطعيم جميع المسجلين لدى وزارة الشؤون واتحاد الحضانات تنظيم المحكم وسلاسة الخطوات المتبعة هو العنوان الأبرز للحملات الميدانية للتطعيم على وتنعى لتوفير نقاط أمنية في كل حملة رتبنا الموضوع بحيث يكون اللي يدخل يمر على محطات فالمحطة الأولى نطابق موجود في الحضانة المحطة الثانية نطابق البطاقة المدنية المحطة الثالثة اللي هو بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع المدني إن نحن نبدأ ندخلهم بالتعاون مع وزارة الصحة استعدادا للعودة الكاملة للحضانات في سبتمبر المقبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بصدد تسليم الدليل الإرشادي المتعلق بالاشتراطات الصحية لأصحاب دور الحضانات الأخوان في وزارة الصحة انتهوا وسلموا وزارة الشؤون وحيث شؤون ذوي العاقة لكراسات الاشتراطات الصحية خاصة في شؤون ذوي العاقة وإن شاء الله خلال المرحلة الغريبة يعني خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء وتسليمنا لكراسات الاشتراطات الصحية لحضانات الخاصة من غير دور الاحتياجات الخاصة قبل أيام معدودة توجهت الحملات الميدانية المتنقلة لتطعيم العاملين في قطاع الصالونات كما تم تطعيم نحو ثلاثة آلاف وسبعمائة موظف من الخطوط الجوية الكويتية إضافة إلى الفرضة ضمن المرحلة الثالثة يعملون كأخلية نحل جنبا إلى جمع مراكز التطعيم الثابتة لتسريع وطيرة التحصين والتمنيع بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي بأسرع وقت ممكن لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت